اذا توحدت المقاومة الفلسطينية فستصبح قوة الجزائر مع فلسطين ظالمة او مظلومة لم يكن شعارا اطلقه الرئيس الجزائري والراحل هواري بومدين بل شعور تجسد في وجدان الجزائريين تجاه القضية الفلسطينية وشعبها جرائم يعني كاملة الاركن جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب الفلسطينيين عمرهم ولكنوا ارهابيين الفلسطينيين ما همش ارهابيين يعتبر الفلسطينيون الثورة الجزائرية ومقاومتها اعظم ثورة عربية نالت حريتها واستقلالها يقتدى بها في الصراع مع الكيان السهيوني وباسم حركة المقامة الاسلامية حماس وباسم كتائب القسام وباسم اهلكم واخوالكم في قطاع غزة في فلسطين نستنصلكم بالله نستنصلكم بالرحم نستنصلكم بالاسلام نستنصلكم بالعروبة نستنصلكم بالانسانية بالنخوة بالشهامة لا تتركوا غزة وحدها ردا على الاعلام الغربي الذي قلب كل الحقائق وامام السكوت الرهيب الذي عم ارجاء بعض البلدان العربية جندت الجزائر اعلامها في موقف مهني انساني ولأول مرة شهدته الصحافة الجزائرية اكثر من ثلاثين صحيفة توحد صفحاتها الاولى بعنوان غزة اعلام يغتال الحقيقة منذ تفجير طوفان الاقصى المبارك ومن اول رصاصة اطلقتها المقاومة الفلسطينية سارع الاعلام الجزائري لتغطية الاحداث وما يجري في الاراضي الفلسطينية ربما لم يكتفي بهذا بل جند الكاميرات والصحف وكل الاقلام الحرة ليرد على الاعلام الغربي الذي اثبت سقوطه المهني نحن كاعلاميين جزائريين نفتخر ونعتز اننا ننتمي الى وسائل اعلامية قدمت عهدا امام الله سبحانه وتعالى وامام التاريخ ان تبقى مساندة ومؤيدة ومناصرة للقضية الفلسطينية طوفان الاقصى موقف صامد انتقل الى الشوارع الجزائرية هو يوم شاهد على مواقف الشعب الجزائري الذي خرج في مسيرات وطنية تأييدا لهبة الشعب الفلسطيني في طوفانه المبارك الحقيقة كانت مسيرة غير متوقعة انا خرجت نشوف والله العظيم بلك ربما مئة الف اكثر من مئة الف متظهر وهذا لا لشاء لا للتعبير عن وقوفنا مع الشعب الفلسطيني يوم واحد في ثمانية من خمسة وربعين استشهد خمسة وربعين الف جزائري اذا العلاقة واطيدة بين الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني تعزيزا للموقف الجزائري على الصعيد الانساني جمعيات عديدة بادرت في جمع المساعدات الانسانية الاستعجالية الى جانب ارتزام الدولة الجزائرية بالتضامن لا مشروطي ولا محدودي مع الاشقاء الفلسطينيين جمعية سوعد العسان على غير بعض الجمعيات الاخرى قامت بهبة تضامنية لإخواننا في غزة جراء هذا العدوان الصهيوني حيث قامت الجمعية باربع حملات لحد الان في اطار هذه المساعدات التي نعتقد بان الفلسطين محتاجة الينا اكثر من وقت مضى فهي قضية فلسطين قضية عقيدة مدين وليست ارض مطين مهما حاول الغرب طمس هويتنا ستشرق شمس الحرية وستعود القدس لنا مهما طالت الايام القدس كانت ولا زالت وستظل عربية